متواصلون معكم مشاهدين الكرام في حسة قهوة وجمال لمن التحق بين اللحظة نناقش في هذا العدد قطاع الصناعة التقليدية مردوده في الاقتصاد الوطني لماذا لا يزال قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر مجرد أعمال حرفية فقط لماذا لا يرتقي إلى كقطاع استراتيجي يمكن أن نعول عليه في الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر في قطاع يمكن أن يحقق لنا لملا مدخيل بالعملة الصعبة ويحقق لنا كذلك تحصيل جبائي هنا في الداخل في الجزائر سنتكلم على قطاع الصناعة التقليدية هذا القطاع الذي لا يتحدث عليه كثيرا للأسف شديد في الجزائر بالرغم من أهميته في دفع عجلة التنمية يسعدني أن أستضيف اليوم سيدة عاشية طقابو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية مع الوزيرة مرحبا بك شكرا على قبولك الدعوة شكرا برك الله فيك صباح الخير صباح الخير لكل المشاهدين وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة شكرا سيدة الوزيرة في البداية نبدأ بقطاع صناعة التقليدية كيف حاله يعني على الأقل أحواله في المرحلة حالية في المرحلة الراحمة قطاع صناعة تقليدية نظن أنه بخير الحمد لله قطاع صناعة تقليدية اليوم يحظى قطاع صناعة تقليدية باهتمام كبير من قبل السلطات والدولة الجزائرية على رأسها فخامة رئيس الجمهورية وكل الحكومة الجزائرية الدليل أنه اليوم فيه وزير منتدب مكلف بالصناعة التقليدية حتى ندفع به عجلة هذا القطاع نحو مستقبل زاهر وحتى يساهم كما ذكرت الأخ الفاضل في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني خاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية نعم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية نقطة مهمة سيدة الوزيرة يقال بأنه قطاع صناعة التقليدية في الجزائر سيدة الوزيرة ما عنده سياسة واضحة ما عنده استراتيجية واضحة ما عنده أهداف واضحة لو نقول لك ما هي أهداف صناعة تقليدية في الجزائر قطاع صناعة تقليدية في الجزائر أي أهداف نصب إليها ونريد أن نصل إليها تقريبا قطاع صناعة تقليدية اهتمام تاعه في مع بداية رئيس عبد العزيز بوتفليقة 13 سنة لحد الآن لا يزال الرؤية غامضة في قطاع صناعة تقليدية شكرا أخي الكريم إذن في قطاع الصناعة التقليدية الرؤية مهش غامضة هي واضحة كل الوضوح قطاع صناعة التقليدي كما ذكرت يحظى باهتمام الحكومة يحظى باهتمام كبير من طرف خامة رئيس الجمهورية باعتبار أنه كما ذكرت قطاع اقتصادي مهم وكذلك لأنه يساهم في المحافظة على رموز الهوية يساهم في المحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي للجزائر ثم هناك كذلك توجيهات كبيرة جدا من طرف دولة الوزير الأول عبد الملك سلال بأنه تكون الصناعة التقليدية حاضرة في كل التظاهرات التي تنظم على المستوى الوطني وكذلك المستوى الدولي ولهذا اليوم نلاحظ بأنه قطاع صناعة التقليدية ربما استعاد نوعا ما بارقه واستعاد نشاطه واستعاد تواجده في الصناعة التقليدية استعاد تواجدها في الأسواق الداخلية وكذلك الخارجية نلاحظ أنه في كل التظاهرات التي تنظم من طرف كل القطاعات صناعة تقليدية لابد أنها تكون حاضرة سواء مع وزارة ثقافة مع وزارة الشبيبة والرياضة مع وزارة التجارة وفيه تعاون مع كل القطاعات حتى تعاون مع وزارة الأشغال العمومية والنقل باش تكون فيه صناعة تقليدية حاضرة في المواقع الاستراتيجية لتسمح بتسويق هذا المنتوج نظن النتائج التي حققت عدنا أهداف مسطرة مع الوزيرة فيما تعلق بهذا القطاع مثلا إلى أين نصب بهذا القطاع فيما يتعلق بمساهمته في الاقتصاد الوطني طبعا قطاع الصناعة التقليدية قطاع اقتصادي كما ذكرت ويساهم بقوة في خلق مناصب الشغل والتقليل من البطالة والبطالة كما نعرف هو هاجس كل الدول التي تسعى إلى القضاء عليه نحن في جزائر البطالة تمثل ربما 10.5% بالمقارنة إلى بعض الدول الأوروبية نرى أننا لبس في مرتبة لبس بها بالنسبة مقارنة بإسبانيا أو إيطاليا دول أوروبية متقدمة نرى أنها أحسن منهم والصناعة التقليدية تساهم بدورها في القضاء على البطالة وتساهم في تنويع الصادرات وتساهم كذلك في التقليل من فاتورة الواردات كذلك سيدة الوزيرة كم نصدر حاليا هل فيه أرقام مثلا كم يشغل هذا القطاع كم نصبه إلى التشغيل مثلا نحن اليوم دليل على أنه قطاع صناعة تقليدية قطاع في تطور مستمر إذن إذا كان قارنه بين 2005 و 2016 كان عدد الحرفيين في 2005 105 ألف حرفي بينما اليوم رأنا وصلنا حتى لـ 3400 300 ألف 341 ألف حرفي عفون 341 ألف حرفي وما بالنسبة لمناصب الشغل قطاع صناعة تقليدية في 2005 كان عندنا فقط 200 ألف حرفي أما اليوم فحنا في 875 ألف حرفي ما يقالب المليون يعني حرفي يشتغلون في مجال صناعة تقليدية ونظن هذا رقم مهم جدا فيما يخص الهياكل الهياكل الصناعة التقليدية قبل الألفين كان عندنا فقط 9 غرف لصناعة تقليدية موزعة على مستوى باعتبارات جهوية أما اليوم فعندنا 81 هيكل مخصصة للصناعة التقليدية من بينها 48 غرفة للصناعة التقليدية على المستوى الوطني أي كل ولاية عندها غرفة للصناعة التقليدية بالإضافة إلى دور ومراكز للصناعة التقليدية ثم أنه نعمل على أنه تكون الصناعة التقليدية حاضرة دائما وأبدا ومتواجدة يعني في كل المناسبات وفي كل المواسم ولهذا فنحن نستغل المساحات الموجودة على مستوى هياكل صناعة التقليدية حتى تكون مساحات للعرض والبيع الدائمة والتي تدخل كذلك في إطار المسالك السياحية ليمكن أنه لأي زائر يأتي إلى أي ولاية من الولايات يزور دار صناعة التقليدية يوجد فيها أي نوع من أنواع المنتوجات لتعرفها المنطقة أو خارج الولاية كذلك ونجب أن نذكر بشيء مهم جدا أن الصناعة التقليدية مرتبط ارتباط وثيق ومباشر بالسياحة نرى أن نقارن الصناعة في البلدان التي تعرف فيها الصناعة التقليدية رواج وتطور كبير إذا تلاحظت تشوف في نفس الوقت أن السياحة كذلك تعرف تطور وتعرف انتعاش كبير ولهذا نظن أنه اليوم في ظل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية ونحدد خمس قطاعات مهمة باش ترفع الاقتصاد الوطني وتنوع الاقتصاد الوطني وتساهم في الخروج من تبايا المحلوقات وضع السياسة في قلب هذه الاهتمامات وضع السياحة كذلك في نصب أعين الحكومة ولهذا اليوم نرى حتى قطاع السياحة أصبح يعرف نوع من الانتعاش فيه مشاريع قوية في الأفق بالنسبة لقطاع السياحة اللي راح تساهم في إنعاش قطاع السياحة وبالتالي هذا راح ينعكس أوتوماتيكيا على قطاع صناعة التقليدية سيد الوزيرة فيما يتعلق بي تكلمتي على نقطة مهمة فيما يتعلق بالسياحة ويتعلق بأن الصناعة التقليدية لها ارتباط وثيق بالسائح الأجنبي لو نتكلم على السائح الداخل المحلي لو نتكلم كذلك على التسويق هذه المنتوجات يقال بأنه أكبر عائق بالنسبة للحرفيين وبنسبة لمهنية الصناعات التقليدية هو أكبر عائق والتسويق في الجزائر الداخليا وهذا سيد الوزيرة تقريبا تعاقب الكثير والعديد من الوزارات وأنا كنت ربما حاضر في الميدان على الأقل فيما يتعلق بالصحافة في كل مرة تقريبا منذ سبعة أو ثمان سنوات والحكاية هذه مشكلة التسويق يعني في كل مرة يتردد سيد الوزيرة نعم إذا نحن طبعا نحن مواصلين في الجهود اللي كانوا يقوموا بها المسؤولين زملائنا المسؤولين اللي تردوا على هذا القطاع نحن من هذا المنبر نحييهم لأنه السياسة التنوية للقطاع الصناعة التقليدية اللي كانوا يباشروا بها نابعة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي نحاول أن ننطبقه على الميدان ولهذا نقول أنه فيه استراتيجية لدعم تسويق منتوجات صناعة تقليدية على مستوى دائرتنا الوزارية عندنا هياك الصناعة التقليدية التي ذكرتها متواجدة عبر التراب الوطني فيها محلات وفيها مساحات للعرض والبيع وهي دائمة ويمكن أنها تدخل في المسالك السياحية من أجل الترويج والتسويق عندنا محلات التي أنجزت في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية التي تقول بمئة محل في كل بلدية إذن الحرفيين الجزائريين استفادوا بأكثر من 50% من هذه المحلات والعملية طبعا متواصلة مع السادة الأولاد نحن نشكرهم على الاهتمام الذي يولونه لقطاع الصناعة التقليدية إذن البارح كنت في خنشلة في خنشلة أكثر من 60% من المحلات استفاد منها الحرفيين التي أنجزت في هذا الإطار في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية أكثر من 60% استفادوا من الحرفيين بالإضافة إلى التظاهرات والصالونات التي تنظم على المستوى الوطني أكثر من هذا المجهود مع الوزيرة لأنه ما زال فيه نقص فيما يتعلق بالتسويق هل فيه إجراءات جديدة؟ دعني أواصل الفكرة إذن قلت عندنا التظاهرات وكل الصالونات التي تبرمج على المستوى الوطني وحتى المشاركة على المستوى الدولي نحن بكري في التسعينات كانوا فيه عشرات فقط من الحرفيين اللي يجيوا يشاركوا في هذه التظاهرات المليون فهم بالمئات وفيه تزاحهم من طرف الحرفيين بش يشاركوا في هذه الصالونات عندنا الصالون الدولي للصناعة التقليدية وهو أكبر تظاهراء للقطاع كذلك يعرف مشاركة أكثر من 700 حرفي على المستوى الوطني هذا رقب مهم جدا فيه كذلك تعاون نسعى إلى أن نكون متوجدين في الخارج نروج للصناعة التقليدية خارج الجزائر فيه عملية اليوم رأنا في صدد مشاركة بها أو نحن رأنا مشاركين في القرية العالمية لدبي حتى نحن اليوم نسعى إلى أن نكون متوجدين خاصة في الأسواق العربية والإماراتية لأنه بالنسبة لنا هي أسواق استراتيجية نحن اليوم حرفيين رأهم متوجدين وأكثر من حوالي 100 حرفي رأهم مشاركين فيه تعاون كذلك مع وزارة الخارجية اليوم فيه مشروع تعاون مع وزارة الخارجية حتى نتمكنوا من استغلال المساحات الموجودة على مستوى تمثيلياتنا الدبلوماسية حتى نعرفوا بقطاع الصناعة التقليدية في الخارج للتعرف بالصناعة التقليدية في الخارج سيدة الوزير أخليني نتوقف عن نقطة مهمة فيما يتعلق بالقطاع يقالوا بأن صناعة تقليدية وقطاع صناعة تقليدية في الجزائر ليزال صناعة قطاع لأفراد لأشخاص يعني يمتهنون حرف لم يصل إلى درجة أنه يصبح قطاع بالمعنى الكلمة اللي نتكلمه بالنسبة للقطاع على مردودية اقتصادية نتكلمه على تحصيل جبائي يعني لماذا قطاع صناعة تقليدية ما فيش مثلا مؤسسات كبرى سيدة الوزيرة تهتم بهذه الصناعات التقليدية ما فيش رجال أعمال كبار مثلا يساهموا في هذا القطاع يعني صناعة تقليدية في الجزائر مجرد حرفة لبعض هكذا مواطنين بوسطاء يمتهنون هذه الحرف يعني لم نستطع أن نجعل من هذا القطاع قطاع نتكلمه في القطاع على مردودية اقتصادية نتكلمه على تحصيل جبائي فيه مؤسسات كبرى فيه رجال أعمال يساهمون في هذا المجال شكرا طبعا نحن حب ذلك أنه يكون فيه رجال أعمال كبار يهتموا بقطاع الصناعة التقليدية وهذا اللي نصب إليه نحن اليوم مدربين الخواص أنهما يهتموا بقطاع الصناعة التقليدية كما يهتمون بالاستثمار في قطاعات الأخرى وهو قطاع يمكن أنه يساهم فعلا في تنويع الاقتصاد الوطني ولكن نربح قليل من الوقت قمنا كذلك بالتكوين حتى في مجال إنشاء وتسيير المؤسسة بالنسبة للحرفيين ليستفادوا معنا أكثر من 24 ألف حرفي فيما يسمى بالمقاولاتية حتى يولجوا إلى عالم المقاولاتية وينشئون مؤسسات تنشط في مجال الصناعة التقليدية تساهم في تنويع الاقتصاد تساهم في تنويع الصادرات للخارج وكذلك تساهم في خلق المزيد والمزيد من مناصب شغل هذا ما نصب إليه اليوم كما قلت لدينا أكثر من 24 ألف حرفي استفادوا من هذه الدورات التكوينية ونحن دائما نحس الخواص أنه يكون فيه اهتمام بقطاع صناعة تقليدية وينشئون مؤسسات كبيرة جدا لأن صناعة تقليدية من جهة أخرى بطبعها تمارس في البيت بطبعها هي أعماء أشغال بيتية تساهم وتعمل في البيت المرأة تصنع في بيتها ولكن مع هذا عملنا على إخراجهم من المنازل وحتى يروحوا إلى محلات ويجيوا وشاركوا معنا في مختلف التظاهرات نعم المشاركة في مختلف التظاهرات سيدة الوزيرة تكلمتي على التكوين تكوين عامل مهم في تطوير هذا القطاع هل فيه سياسة معينة في استراتيجية معينة للتكوين التكوين عصري فيما يتعلق بهذا القطاع خاصة وانت تعرفي اليوم فيما يتعلق بتكنولوجيا الحديثة سواء في التسويق سواء في التواصل سواء كذلك حتى في في الصناعة يعني حتى في إنتاج المنتوج هل فيه تكوين فيما يتعلق بهذا القطاع وعلاقته بتكنولوجيا الحديثة نعم إذن نحن بنسبة لتكوين تكوين بالنسبة لنا هو حجر الأساس في القطاع لأن العامل البشري عدنا هو أهم عامل في صناعة تقليدية لأن صناعة تقليدية يغلب عليها الطابع اليدوي ولهذا نحن نهتم كثيرا بتكوين الحرفيين سواء في المجال التقني باش نحسنه من النوعية نوعية منتوجات صناعة تقليدية حتى نسمحولها أنها تكون تسوق تسوق بسهولة سواء هنا في الجزائر أو حتى في الخارج حنا فيه دورات تكوينية يعني في المجال التقني استفادوا منها أكثر إلى غاية اليوم استفادوا منها أكثر من 29 1742 حرفي هذا رقم مهم جدا عدنا دورات تكوينية كذلك حتى في مجال في مجال التصميم وإن التصميم باش يكونوا منتوجات صناعة تقليدية مواكبة العصر ومواكبة كذلك لتطلعات المواطن العصري والسوق العصرية استفادوا من هذه الدورات تكوينية في مجال التصميم ما يفوق الألف ومئة حرفي وكذلك في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسة حتى نعلمهم كيفاش يسوق المنتوج كيفاش ينسي المؤسسة كيفاش يكون منظم في عمله من بداية الإنتاج وحتى وصولا إلى مرحلة التسويق هذه كلها أمور نحن نقوم بتكوين حرفي وما تكون في ولاية من الولايات ما يش موجودة ولكن المنتوج تحى مطلوب إذن نحن نكون الحرفيين في المنطقة بش يوفروا هذه يعني توفير هذا المنتوج سيدة الوزيرة سنتكلم فيما بعد عن المشاكل يعني منها الحرفيين فيه بعض المشاكل لا أدري إن كان فيه يعني مشاكل التكوين مشاكل المواد الأولية كذلك تكلمنا على مشاكل التسويق سنتكلم على مشاكل أخرى مشاكل شخصية تقريبا في متعلق بالتقطية الصحية في متعلق بالتقاعد في متعلق مثل هكذا مشاكل يعني منها المواطن ولكن بعد فاصل قصير إذا سمحته سيد الوزير متواصلون معكم مشاهدين الكرام في حصة قهوة وجورنان لمن التحق بنا اللحظة نناقش اليوم قطاع الصناعات التقليدية في الجزائر قلنا أي مردودية أي تحصيل جبائي في المرحلة الحالية وفي المرحلة المستقبلية سنعتمد على قطاع الصناعات التقليدية مثل جيراننا في المغرب أو في تونس يصدرون العديد ويصدرون كمية هائلة من المنتجات الصناعات التقليدية وكذلك القطاع يساهم كثيرا في التحصيل الجبائي على المستوى الداخلي يسعدني أن أستضيف اليوم سيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية سيدة عيشة طقابو وجدد بك تحية سيدة الوزيرة محبابك شكرا بركة الله فيك شكرا توقفنا قبل الفاصل سيدة الوزيرة قلنا فيما يتعلق ببعض المشاكل الشخصية للحرفيين فيما يتعلق بالتقطيع الصحية فيما يتعلق بالتقاعد ماذا يمكن أن تقولي للحرفيين في هذا المجال أنا نطمن الحرفيين فيما يخص التقطيع الاجتماعية لأنه اليوم طبعا نحن نتعاول كثيرا مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بش يكون فيه تقطيع اجتماعية للحرفيين حتى يستفادوا من صندوق تقاعد لغير الأجراء يعني يمكن أنهم يروحوا ويشاركوا ويساهموا بمساهماتهم يعني ويستفادوا كما كل الحرفيين أو كل الذين عدم غير الأجراء اللي يمكن أن يستفادوا من مزايا هذا الصندوق حتى من عطلة المرضية حتى من التقاعد وكذلك من يعني الأخطار العمل يعني كل هذه الأمور يقدر يستفاد منها الحرفي اليوم ما عليه إلا أن يتصل بمصالح الصندوق وهما راح يعلموهم يعطوهم المزيد من المعلومات كيف يمكن أن يستفادوا من مزايا هذا الصندوق على العكس مدى بهم أن الحرفيين يتقدموا كما كل العمال حتى الفلاحين وغيرهم الحرفيين يمكن كذلك أن يستفادوا من هذا الصندوق جميل سيدة الوزيرة قولي لي فيما يتعلق بصناعات تقليدية أي منتوجات حالية منتوجات لي في الصناعات تقليدية ليمكن أن تعول عليها الجزيرة ويمكن أن تعول عليها الوزارة من أجل التصدير مثلا أي منتوجات لي عندنا تقدم من صحة تعبير في هذا المجال التي نقدر وممكن أن نعول عليها لكي نصدرها للخارج نعم هنا في الجزائر الصناعة التقليدية متنوعة وفيه عدة نشاطات الصناعة التقليدية التي هي مطلوبة في الخارج بكثرة فيه مثلا النسيج مجال النسيج والزرابي مطلوبة بكثرة بقوة في الخارج فيه كذلك الخزف الفني الذي يعرف تطور كبير اليوم في الجزائر يعرف تطور كبير في الجزائر ويمكن كذلك أنه يساهم في تنويع الصادرات فيه المجوهرات المجوهرات سواء في الجنوب أو المجوهرات القبائلية كذلك التي هي مطلوبة فيه عندنا النحس النحس كذلك نحس قسنتينة معروف ومطلوب بكثرة عندنا اللوحات المصنوعة من فن الترميل كذلك هي مطلوبة يعني فيه منتوجاتنا نظن كلها جميلة ولما يجو السياح للجزائر ويجي ويقتنيوا مختلف المنتوجات نعم تكلمت لي على السياح السواح الأجانب سيدة الوزيرة خلينا نتكلم لك على السائح المحلي أو على المستهلك الجزائري المحلي يقولوا بأن المستهلك الجزائري أقل اهتماما بصناعة تقليدية مقارنة مع نظرائه مثلا في الشرق أو في الغرب يعني الجزائريين ما يقتنوش هذه المنتجات لصناعة تقليدية صحيح مع الوزيرة لا هذا غير صحيح هنا لما نطمو معارض صناعة تقليدية نشوف فيه إقبال كبير وكبير جدا من طرف المواطنين الجزائريين خاصة في المناسبات الدينية والمناسبات يعني والأفرح للجزائريين يقتنوا منتوجات صناعة تقليدية اللي بس تقليدي لابد أنه يكون حاضر في المناسبات الجزائرية في المناسبات نعم كذلك الأواني الفخارية والخزفية لابد أنها تكون حاضرة بقوة فيه الأفريشة كذلك التقليدية لا فيه طلب كبير أنا نظن أنه الجزائريين اليوم نلاحظ أنه فيه عودة قوية لمنتجات صناعة تقليدية ربما في زمن ما الناس بتعدوا عليها وكانوا يروحوا نحو ما هو مصنع ونحو ما يأتينا من الخارج ولكن اليوم خاصة في المناسبات يعني أن نشوف أنه فيه إقبال كبير على منتجات صناعة تقليدية مثلا سيدة الوزيرة في المغرب في بلد شقيق المغرب صناعة تقليدية أو لباس تقليدي يلبسوه في كل مناسبات ويلبسوه يوميا مثلا القشابية المغربية تلبس في كل تقريبا لباس يومي أما في الجزائر القشابية مثلا أو لباس على الأقل تقليدي في الجزائر يلبس فقط كما قلت في المناسبات في الأعراس أو هكذا مناسبات دينية فقط يعني متى نصبح أنه الجزائري يعتز مثلا بصناعات تقليدية وتلبس هذا اللباس على الأقل أنه يصبح لباس يومي جزائري معروف يعني والله هنا نشوف أن الجزائرين يهتموا كثيرا للباس التقليدي ويلبسوه خاصة في المناسبات كما ذكرته في الأعراس ومثل القشابية القشابية يلبسوها حتى في غير الأعراس وغير المناسبات لما يكون فيه موسم الشتاء والبردي يلبسوه حتى البرنوس في المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية كذلك أنا نظن فيه إقبال على اللباس التقليدي والجزائري مهتم كثيرا باللباس التقليدي وخاصة اللباس النسوي يمكن تحدثوا عليه هو ماهوش عملي يعني لباس النسوي التقليدي ماهوش عملي ولكن نحن الكراكو والقفطان ما تقدرش المرأة ترتديه باش تروح للعمل بهذه الألبسة ولكن اليوم فيه نوع من العصرانة في اللباس التقليدي أصبحوا يخفوا شوية من يعني يكون عصري ولكن بلمسة جزائرية ونشوف النساء أنهم يلبسوه حتى باش يروحوا للعمل اليوميات يلبسوه كثيرا سيدة الوزيرة فيما يتعلق بالكراكو فيما يتعلق بالقفطان يعني يشتكي والجزائريين والجزائريات على أن أسعاره مرتفعة جدا 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 نعم هذا ماهوش فقط الكراكو والقفطان وإنما الصناعة التقليدية بصفة عامة لأن منتوجات صناعة تقليدية نظن هي يعني المتوجات اللي جينا من دول مثلا جارة إذا سمحت سيدة الوزيرة أسعارها مقارتا بالأسعار للمنتجات الجزائرية مرتفعة جدا مثلا الألبيسة اللي جينا من المغرب الشقيق في المتناولين صح التعبير يعني مقام مثلا الأسعار للمنتجات الجزائرية مرتفعة كثير حتى في الجزائر فيه مستويات تحب تشري الغالية تحب تشري الأقل غلاء ولكن نظن أن المنتجات اللي جينا من الخارج ماش كلها صناعة تقليدية نظن كلها مواد مصنعة ولهذا نعتبرها ومقلدة كذلك إذن هي تجيب اشتنا في مواد صناعة تقليدية الجزائرية أنا نظن صناعة تقليدية الجزائرية صناعة نبيلة نبيلة لأنها مصنوعة 100% طبيعية و100% باليد باليد يعني الحيرة فيه في خنش للبال حتى نظر معهم قال لك باش يعملوا زربية بتاع بابار لازم يطلب لها المرأة ستة أشهر باش تصنع زربية ومن بعد جينتها تقول لها صحيح يعني أنا نظن صناعة تقليدية الجزائرية هي منتوجات فنية وربما ليشريها لازم يكون يعرف قيمة هذه المنتوجات ولكن بالمقابل نحن دايما نعمل على أنه يكون فيه تعاونيات ويعني بالنسبة لمؤسسات مصغرة بالنسبة لصناعة تقليدية حتى نسهلوا عليهم اقتناء المادة الأولية ونسهلوا عليهم باش يكون العمل تعاون في العمل باش يكون الإنتاج كبير وبالتالي يكون حتى الأسعار تعالى المنتوجات يعني تنخفض ولهذا احنا فيه يعني الأجهزة الدعم التي وضعتها الدولة عندنا لانساج لكناك والانجيم يمكن للشباب أنهم يستفادوا منها باش ينشئون مؤسسات مصغرة في مجال صناعة تقليدية يستموى حتى نتمكن من أنه الأسعار ربما تنخفض قليلا نعم الأسعار تنخفض قليلا سؤال أخير ربما سيدة الوزيرة عندنا صراع فيما يتعلق ب بعض المنتجات الجزائرية واللي عندها المنشأ أو البلد الأصلي لهذه المنتجات مع دول شقيقة مثلا فيما تعلق نظن الكاراكو فيما يتعلق بالقفطان مع المغرب فيما يتعلق بتشجيلها على المستوى الدولي يعني أي منشأ أو أي بلد يرجع صناعة هذه الدول هل عندنا مثل هكذا مشاكل سيدة الوزيرة نحن لقفطان معروف أنه لباس مغاربي مغاربي ما هو فقط لا جزائري ولا مغربي لا جزائري ولا مغربي ما هو حكر لا على هذه ولا على تلك وفي الكاراكو معروف أنه يعني لباس جزائري عدنا الشدة لمسانية اللي رأي اليوم مسجلة على كباطخي موان مونديال مسجلة اليوم الشدة لمسانية في هدت يعني ألبسة اللي معترف أنها جزائرية أما التي هي مشتركة ما نقدروش أن ننقلوا أنها جزائرية القفطان هو لباس مغاربي الجزائر موجود وفي الجارة المغرب كذلك عندنا منتوجات سنسجلها في الموروث العالمي جزائرية عصيلة نحن عندنا كثير من منتوجات يمكن تسجيلها الكاراكو مثلا يمكن تسجيل البرنوس يمكن أن نسجله يعني بعض المجوهرات كذلك يمكن أن نسجلها ونحن نصب إلى ذلك باش نحافظوا عليها ونحن فيه مشروع كذلك في إطار الحماية الملكية الفكرية لمنتوجات الصناعة التقليدية حتى نعطيها القيمة الاقتصادية ونسمحوا لها أنها تباع في الخارج كذلك فيه مشروع لتحديد المعايير معايير منتوجات الصناعة التقليدية كذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم باش يكون فيه معايير لمنتوجات الصناعة التقليدية وتكون مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا هذا كذلك حتى نسمحوا بالتسويقها إلى الخارج مع الوزيرة وصلنا إلى نهاية النقاش تقريبا سيد الوزيرة والوزراء والمسؤولين التي تعاقبوا على الوزارة ووزارة الصناعة التقليدية والحرف كانوا في كل مرة يدعوا لترويج الصناعة التقليدية مثلا ألبسات تقليدية ولكنهم يلبسون لباس إيطالي عصري سيد الوزيرة ربما خرجت على هذه القاعدة وتلبس لباس تقليدي جزائري أصيل في كل خارجاتك حتى في الخارجات الدولية هذا يمكن تقول لنا سيد الوزيرة لباس تقليدي هذا اللباس نعرفه لنبسوه حتى في المنزل بدون أن يكون للإشهار عادي نديره كما نقول طبيعيا نحن نبس لباس تقليدي وأنا أحب ذلك لو أن الناس كامل يلبسوا لباس تقليدي كذلك مدى بي نهر نجي المرجيات يكون لابس قشابية ألبسة رجالية كثيرة تقليدية يمكن أن تلبسوها ونحن نطمح نطمح فيه مشروع في داخلنا إلى أن يكون فيه على الأقل يوم وطني للصناع للباس التقليدي الجزائري هذا ما نطمح إليه أن يكون فيه يوم وين الجزائريين يعتزوا فيه بلباسهم التقليدي وينبسوه سيد الوزيرة لللباس هذا غالي ثمن في الجزائر ليس غالي ثمن في متناول لجميع نعم سيد الوزيرة عندنا صور أدعيك لمتابعة هذه الصور تعطيني تعليق على هذه الصور سيد الوزيرة في الصناعات التقليدية في الإزارة عندنا هذه الصورة على أن صناعات تقليدية يهتم بها شيوخ وعجائز يعني ما عندنا صورة أو تلك النظرة لأن صناعات تقليدية تصبح مؤسسة كبرى عصرية حديثة رجال أعمال مؤسسة كبرى للتسويق الجزائريين عندهم هذه الصورة بالنسبة للصناعات التقليدية لأنهم مهنة تأشيوخ وعجائز أنا نحيي أبائنا وأمهاتنا اللي ما زالوا محافظين على الصناعات التقليدية وهذا الشيء يريح لأن على بنابليكين يكونوا يكون الشباب في صناعات تقليدية ولكن على العكس الكثير من الشباب اليوم رهم يجيوا لمجال صناعات تقليدية ويلجأون إلى أجهزة الدعم اللي ذكرتها منذ قليل أنا جميعيين مع الوزيرة في حتى جميعيين وفي حتى متقاعدين يعني كانوا يعملوا في مناصب مهمة جدا وليوم رهم أصبحوا يلجأون إلى الصناعات التقليدية فيه جامعيين يعني حتى دراساتهم كانت في إطار الصناعات التقليدية وتوجهوا إلى الصناعات التقليدية وفيه شباب كثيرين نحن في المعارض نشوف نسبة المشاركة يعني مهمة جدا بالنسبة للشباب نعم أعطيلي الصورة الثانية المخرجة هذه الخطوبة في 2017 في إطار التقشف لا أنا منظن أن تصل الأمور إلى هذا لا هذه فقط من الإبداعات من الإبداعات ولكن منظن أن تصل الأمور إلى هذا الحل أعطيني صورة ثلاثة ونختم هذه من الإبداعات شعب الجزائري في إطار الصناعات التقليدية أو؟ والله كل واحد طريقته بشيد في نفسه ربما القشبية مكفتوش عاون روحوا بكوبيطة ايه لا ولكن أنا منظن أن الأمور ستوصل لهذا المستوى من التعقيد الحكومة الجزائرية متمسكة في الأوضاع متمسكة في الأمور الوزيرة هذه كلمتك الأخيرة نعطيك كلمة أخيرة حتى نختم لأنه انتهى وقت الحصة أنا كلمة أخيرة نحيي كل الحرفيات والحرفيين أبائنا وأمهاتنا لمازالوا محافظين على صناعات تقليدية هذا الشيء كما قلت يريحنا لأنه فيه من يكون لنا الشباب للراغبين في الولوج إلى مجال صناعة تقليدية ثانيا نعود أن أكد أن صناعة تقليدية مرتبط ارتباط وثيق بالسياحة والسياحة إن شاء الله في الجزائر رهي في انتعاش ورح يعرف كذلك مجال صناعة تقليدية انتعاش هو الثاني ثالثا ننطلب منكم أنتم أيها الإعلاميين أنكم تساهمون معنا في الترويج إلى منتجات صناعة تقليدية في الترويج إلى كل ما هو جميل في الجزائر في الترويج إلى الوجهة السياحية إلى الجزائر كوجهة سياحية وبانتياز نحن نعود عليكم كثيرا شكرا جزيلا لك سيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية سيدة عائشة طاقابو شكرا جزيلا على كل هذه الشروحات وعلى هذه التوضيحات شاهدين الكرام بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية قهوة جورنان لعدد اليوم نقشنا قطاع الصناعات التقليدية وقلنا أي مردودية في الإقصال الوطني وأي تحصيل جبائي في المستقبل متابعة طيبا برامجي قناة النهار نهاية أسبوع جيد موفقة قاكم يا بسلس إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة